يا صباح الخير على احلى مشاهدين مشاهدين قناة السحى الجميل حلقه جديده ومميزه من برناميكم نعم استطيع وزي كل مره ما بقولها لكم نعم استطيع مش مجرد كلمه بتتقال نعم استطيع اكوال وافعيل النهار ده الحلقه رقمه 95 من الموسم السبعتاشر والنهار ده يبقى معي اضيفه جميله جدا بنت بميت راجل زي ما بيقوله معنا بنت حاجلت من صغرها ان هي تشتغل اشتغلت مع وردها طموحه شجاعة وبقت من اصغر بس بس ومن في مصر تمام حاولت تباين للناس طبعا كلنا عارفين ان الشغل دوت بيبقى صعب جدا خصوصا في المجال ده معينا واحدة جميلة قدرت تقول ان انا بنت بميت راجل قدرت تباين للناس ان ازاي البنت تقدر تشتغل زيها زي الراجل في المجتمع الزكوري ده معي ومعاكم ديفة جميلة جدا رقيقة معينا ديانا عبدالله زيك يا ديانا اهلا زيك عملا ايه الحمد لله حبت ديانا تعرف نفسها للجمهور مين ديانا انا ديانا عبدالله عندي 25 سنة اه مخلصة بيزنة الانستراشن وبشتغل في الفحم منوانا في سنة وعام تقريب طب ممكن تحكرنا عن شغلك عامل ازاي يعني انت تشتغل عبارة عن ايه في الشغل ده هو احنا عندنا شركة توصدير يعني احنا بنصدر مواد غذائية وفحم شغلنا الاساسي يعني فبنصدر لكل البلاد العربية والاجنبية يعني هو ده تصديرنا مهميني؟ اه طيب ما واجهكيش صعبات في الشغل ده طبعا الفحم ده بيبقى عبارة عن يعني مش ححمة بقى وحاجات زي كده فانتي ازاي كبنت وطبعا بيقولي استغلتي من السنوية فازاي كبنت تقريبا عندها 19 سنة 5 سنة بتشتغل في المجال ده هو الحقيقة انا كنت متعودة على الشغل من وانا صغيرة مع بابا فبالنسباني فيش اي حاجة صعبة يعني فاهميني؟ ما مجلكيش اي سوء عبور؟ لا 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 بالعكس بابا الحمد لله كان بيسهل علي كل حاجة يعني طيب محدش قاعد يقولك انت بنتي ازاي تشتغلي الشغل زي دوت الكلام ده كله؟ اوه كتير كتير اقولي كده مواكف زي اي مثلا؟ يعني مثلا ازاي واحدة ازايك بتشتغل في الفحم مش معقول يعني انت عايزة محل وردو الحاجات دي فاهمني بس بس دي شغلة انت اللي انا بحبها يعني طيب كنت شبت احلامي باي مونت صغيرة او اي حلمك اتموحوتك كده يعني اوه انا صغيرة كنت باحلم ابقى موزيعة او مغنية اه انسي قبل ما نبدأ كنت تغنيلي فانا عايزة كده تغنيلي كبليه صغير حاضر اوه يا هوا يا هوا يا هوا امت يا هوا تيجي استوا اه ياهوى 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 امتى ياهوى تيجي سوا اه ياهوى 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 امتى ياهوى تيجي تيجي سوا حبيبي بعد حبة هيهل بالمحبة قلبي يبوس على خده ويجري استخباه يا هوى الله عليك يا هوى ما شاء الله وجادستك حلو جدا سي حابة ان انت تقوليلي يعني ليه ما دخلتش في الغنى يعني بما انك نسبة تحب تغني قوي ما دخلتش في الغنى ليه؟ ما جات ليش فرص حلوة يعني فاهماني وكان الشغل واخد اكتر وقتي وما كنتش بفكر في اي حاجة دانية طب ودلوقتي بتفكري في ايه؟ اه لا دلوقتي بفكر ان انا حقق حلمي في الازعى يعني كان نفسيا بقى مزيعة من زمان فالحمد لله الحلم بيتحقق وما بحاول يعني بحاول استغل الفرصة ان شاء الله تبقى اكبر مزيعة ان شاء الله يارو وطبقى حاجة كده جميلة جدا يارو طيب انا عايزة زيانة تقولي باباها كان واقف معاها ازاي بداية شغلها؟ اه هو بابا يعني معلمني من انا صغيرة يعني اه مش الشغل بس كل حاجة معلمني ازاي اعرف اواجه اي مشكلة سواء في الشغل او في حياتي الشخصية اه مافيش حاجة بالنسبة لي بقت صعبة يعني طول ما بابا جنبي الحمد لله فالحمد لله هو بيهون علي كتير قوي ربنا يخلوه ياروه اصغر بزنس وومن في مصر اه يعني اعرفنا الموضوع ده طيب دوت ما اصرش عليك في حاجة محدش قال انت ازاي كده كلام ده كل مفيش حاجة اصرت معاكي مفيش موقف خليك تقولي لا انا خلاص مش هكمل في المجال دوت كل ده؟ لا بالعكسها الموكف كتير بس الفكرة ان انا ما ما بتفرقش معاي بافضل مكمله طب ايه اكتر موقف معلك في ذاكرتك اكتر موقف دائق قوي وخلق تقيostatك في الشغل يعني كان مرة عندنا تحميل بنحمل حاوية يعني وهي مش حاجة بالنسبة لي يعني هو بس العربية تريلا داست على واحد بيشتغل معنا فده اكتر حاجة عيطة عشانها ما اكتر حاجة دي قيتني في الشغل على مستوى يعني على مدى حياتي هو دي اكتر حاجة دي قيتني الموقف ده لا ما فيش حاجة صعبة بالنسبة لي يعني هتحصل ليها عيط وكنا الحمد لله لا يعني معنا سؤالي يعني مفيش حد قالك جملة دايقتك قوي جملة خليتك اللي انت تروح تقولي لبابا وماما لا انا خلاص مش عايزة اكمل انا في حد قالي كذا جملة ايه بالعكس يعني هو احنا شغلنا ما ينفعش حد يقول فيه جمل فهمني احنا شغلنا الحمد لله يعني اي حد بيشتغل فيه لازم يكون وثق في النفسه فهمني فبالتالي يعني مفيش اي مفيش استحالة حد يقولنا بطلوا شغلة او مسلا يقولي انت تشتغل فهم لا مش حلوة او 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 طب واخواتك اصحابك مواقفهم معيك ايه في الموضوع ده؟ حلو جميلة كلهم بيحبوا شغلي وبيحبوني بيشجعوك طب ماشي لما قلتي الباباكي اللي انت حابة تبقي مزيعة ماذا يرد، ايه ردة فعلا؟ او كان بيشجعني اقولي انا معيك طب احنا في سيورا تعرضت معنا على الشاشة، تعال ليه لنا عليها دي هادير اختي هادير ايه؟ هادير اختي كبير انا عالة كلها شغلة في المدار لا انا هادير انا هادير مع بابا ها انتم كم اخوات؟ احنا اربع بنات طيب مفيش ولد نا طيب الموضوع ده بقى مش مؤثر مع والدك اللي هو كان نفسه يبقى معي ولد هو اللي يشير معاه الشغله والموضوع ده كله ولا انتم مش مخلينه يحس بموضوع ده لا الحمد لله مش مخلينه يحس بقى حاجة يعني احنا انت وهوغر انا وهدير هدير انت وهي شغالين معاه من صغركو ومحميل المسؤولية حمد لله مفيش حاجة أصلا طيب ايه رد فعل اختك برضو زيك كده ولا بالنسبة لي موضوع الاذا يعني او يعني او بتشجعني او بالعيلة بقى كلها بتشجعني او طب يعني كلهم ردوا فعلي من هما تمام انت خليكيتوا بقيموا زيجعان الحمد لله طيب انت اختك التانية والابنتين التانين لسه بيدرسوا معا بيدرسوا معا مش حابين يخشوا المجال هيدخلوا اكيد بس يعني لسه بيدرسوا طب ما تحكي لنا كده شوية عن الشغل بيبقى عبارة عن ايه اه من بدايته يعني هو الشغل عبارة عن اه بالنسبة لايه مثلا الخشب الشجر الفحم اه بتبقى مكامير عند بابايا اه بنكمر فيها الخشب بيطلع فحم الحمدلله يعني ونصدره بس طيب انت تموحك ان انت تبقي ايه دلوقتي اه اه بس هو ده التموح طيب اه طب ما تقولي كده مر يعني قدمي كده قولي كده البرنامج البرنامج بتاعنا اختم انت الحلقة يعني انت انت اهو كاميرا معاكي واختم انت الحلقة معانا ببرنامج نعم قصتي حاضر دلوقتي اه حظ اه ممكن ابتديها مش اختمع لا اه 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 اعزائي المشاهدين اه برنامج نعم استطيع اه وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة احب احيي الجمهور العظيم والمشاهدين مشاهدين برنامج نعم استطيع اه اللي اللي بي ايه ميش ميش شكرا 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 لكي اه وشوفكو في حلقة جديدة في برنامجكم نعم استطيع وزي كل مرة ما بنقولها نعم استطيع مش مجرد كلمة بتتقال نعم استطيع اكوال وافعيل وزي كل مرة ما بنقول نعم استطيع بتشمل الموية وشوفكو في حلقة جديدة اشتركوا في القناة